بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله بينما الجاهلية تتخبط في دياجير الظلمات ازدوى صوت عبقري في جزيرة العرب يدعو الناس إلى نهج الأنبياء والمرسلين يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دين الإسلام دين الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم صراع طويل الأمد بين الحق والباطل منذ أنزل آدم إلى هذه الدنيا والصراع لا ينقطع بين دعاة الإسلام ودعاة الكفر والفسوق والعربدة والإلحاد هذا صراع سطره القرآن الكريم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العودة إلى نهج التوحيد إلى العبودية الخالصة لله فالله تبارك وتعالى ما خلقنا عبثا ولن يتركنا ثدى أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لقد أفصح القرآن الكريم عن الغاية من إيجاد الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق زو القوة المتين دار الإسلام حول هذا الأصل الأصيل والركن الركيم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دعا إلى تحقيق التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنسك بالعروة الوثقى لن فصام لها ما من نبي إلا ودعا قومه إلى توحيد الله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أصل الأصول وأهم المهم تعليم الناس توحيد الله عز وجل غرص عقيدة التوحيد في نفوس العالمين يجعلهم خاضعين مستسلمين لله تبارك وتعالى فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والخلوص من الشر هذا هو دين الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صانع مجتمعا ربانيا جيلا قرآنيا فريدا في تاريخ البشرية جمعا لأنهم حققوا توحيد الله وانقاضوا لشرع الله وساروا على هدي الأنبياء والمرسلين فلا طريق إلا الطريق التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه العالم أجمع بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى فحملوا مش على الهداية وصاروا في ربوع الحياة يفتحون قلوب العالمين داعين الناس إلى الاستسلام والخضوع لشرع الله تبارك وتعالى فدخل الناس في دين الله أفواجا وانقاضت الأمم والشعوب والجماعات لشرع الله جل وعلا فالإسلام هو الحق وما سواه هو الضلال الإسلام هو النور وما سواه ظلمات بعضها فوق بعض أنزل الله تبارك وتعالى كتابه ليخرج العباد من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد عن رسول الله فقه الصحابة مراده وقف ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه يجيب على رستم قائد الفرس حين سأله متعجبا من بعثكم قال الله الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام هذه رسالة أهل الإسلام تعبيد الناس لرب العالمين الخضوع والاستسلام لشرع الله تبارك وتعالى أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة الربانية دولة الإسلام التي لا مثيل لها في أمة من الأمم دولة قامت على ثلاثة أركان على قائد وأتباع ومنهاج فالقائد هو النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين جامع أشتاة فضائل البشر وأصل إلى مرحلة الكمال لأن الله اصطفاه واجتباه على علم على العالمين وأرسله على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فما زال صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله بلا كلل ولا ملل حتى تألفت به القلوب بعد شتاتها وصار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فلابد أن يكون الحاكم مسلما عاملا بشرع الله سائرا على نخج رسول الله حتى تتقدم هذه الأمة حتى تصل إلى مرحلة الاصطفاء والاجتباء وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إن عزنا وفخرنا إن حضارتنا وتاريخنا إن انتصارنا وتقدمنا إن غنانا ونهضتنا كل ذلك رهين بانقيادنا لشرع الله تبارك وتعالى لقد كان الخلفاء يسيرون على هده رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمل بدين الله لإصلاح الحياة فسياسة الدنيا بالدين ركن ركين في السياسة الشرعية التي تبنى عليها دولة الإسلام كانوا يعيشون كأحد البشر هذا أبو بكر رضي الله عنه خطب يوم ولاه المسلمون الخلافة عليهم قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصل بياض نهاره بسواد ليله سايرا على مصالح الرعية عاملا بشرع الله تبارك وتعالى حقق العدل بل تجسد العدل في صورة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما الذي جعله يصل إلى هذه المرحلة الخضوع والانقياد لشرع الله تبارك وتعالى حتى كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لو أن بغلة تعصرت في سواد العراق لسألني الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنفق ماله كله في سبيل الله لتسير الأمة على جادة الصراط المستقيم علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع كان يكنس خزانة الدولة فيوزع المال على مستحقين ثم توضأ ويصلي في بيت المال ركعتين لله تبارك وتعالى هل سألت الشمس عنا والقمر يوم حررنا من الرق البشر ولوينا رأس كسرى في الوغى وأقمنا العدل في دار عمر صاروا على نهج النبي عليه الصلاة والسلام فصنعوا المعجزات الركن الثاني الذي أسست علي هذه الدولة التي تحفظون أخبارها هم الأتباع المخلصون جماهير شعب مسلم آمن بالله بذل في الله وآلا وعاد في الله تبارك وتعالى عاشوا للإسلام حياتهم كلها بذلوا في سبيل الله جل وعلا الدماء المتدفقة في عروقهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فأقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به كانوا رجال عقيدة رجال دين عملوا لحمل مشعل الهداية تفوقوا وتقدموا ونبغوا في كافة العلوم في الطب والهندسة في الفلك والزراعة في كل ركن من أركان الحياة بذلوا وأعطوا لله تبارك وتعالى كانوا جيلا ربانيا حقيقيا شهدت لهم الأعداء قبل الأصدقاء إنهم تبرعوا بدمائهم طيعة بها أنفسهم كان الرجل يطعن فيقول فزتوا رب الكعبة يرفع على الصليب فيقول وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا على أي شق كان في الله مدقعي وذلك في ذات الإله وأي شق يبارك على أوصال شلو ممزعي كان الرجل أغلى غاية عنده أن يخرج في سبيل الله هذا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه سيف الله تبارك وتعالى يقول ما من ليلة تهدى إلي فيها عروس جميلة أو أبشر فيها بمولود ذكر أحب إلي من ليلة شاتية أخرج فيها أصبح المشركين وأضرب أعناقهم يوم غزى في بعض الصرايا واستفسل أغلها في الدفاع عنهم قال ألا تسمعون والله لو صعدتم إلى السماء لرفعنا الله إليكم حتى نفتح حصنكم جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة أجيال عملت لله بزلت في سبيل الله عاشت الإسلام واقعا عمليا عزتهم رفعتهم نهضتهم كلها كانت كامنة في حبهم واستسلامهم لدين الإسلام كنا أمة ممزقة مفرقة ضالة جاهلة لا حضارة ولا علم ولا نبوغ كنا أمة تائهة على وجهها في بيداء الحياة في صحارة الجزيرة العربية حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصنع منا هذه الأمة هذا عمر على عتبات بيت المقدس يسطر هذا المعنى الجليل يقول كنا أزل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمعنى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله تبارك وتعالى فالشعب لا بد أن يكون مسلما عاملا منقادا مستسلما لله تبارك وتعالى حتى يفتح الله تبارك وتعالى علينا المشارق والمغارب يوم كنا مسلمين حقيقيين دانت لنا الأمم والشعوب أخضعنا الممالكة والجبابرة طلي القرآن في محارب الزمن سكر حديث النبي على منائر الحياة لماذا؟ لأننا كنا مسلمين حقيقيين يوم تنكبت الأمة الصراط المستقيم عاشت في ضعف وهوان استأسد علينا كلاب الأرض ورمونا عن قوس واحدة قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمر كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فتعجب الصحابة قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل ينزع الله من قلوب عدوكم المغارة منكم ويقزف في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراغية الموت وقال إذا تبايعتم بالعينة ورديتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعوا عنكم حتى تراجعوا دينكم هذه أمة لا منهاج وغاية وهدف تسير بها في ربوع هذه الحياة لإخضاع الناس لرب العالمين انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون شعب مسلم ورئيس مسلم بقي الركن الثالث الذي أسس به هذه الدولة العظيمة إنه المنهاج والتسطور إنه القانون كتاب الحياة كتاب أنزلناه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحمير تسطورنا الإسلام قانوننا القرآن شرع الله تبارك وتعالى صنع المعجزات أسس هذه الحضارة بسط رقعة الإسلام من الصين إلى بلاد الأندلس إلى الأحراش في إفريقيا صعد إلى الجبال هناك في بلاد الشاشن بكتاب الله تبارك وتعالى بالشرع المحكم المتين الذي تحاكمت عليه الأمة منذ بعثة رسول الله إلى سقوط الدولة العثمانية كان دستورنا القرآن وقانوننا شرع الله تبارك وتعالى القائل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتمعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وحذر الله تبارك وتعالى من اتباع أهواء البشر والتحاكم إلى القوانين الوثنية الوضعية بعد أن أسس مبدأ الحاكمية المطلقة لله فالله هو المالك ألا له الخلق والأمر إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القير ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمه لقوم يوقنون على شرع الله أسس تازي الدولة الإسلامية على دين الله كانت هذه المملكة المترامية الأطراف صار المسلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جزيرة العرب إلى بلاد العراق ففتحوها ومن العراق إلى المدائن فأسقطوها في يوم القادسية المجير ثم بعد ذلك انتقلوا إلى بلاد الشام في يوم اليارموك فأسقطوا بلاد الشام وفتحت الشام ودخلت تحت لواء الإسلام ومنا إلى بيت المقدس ليتحقق موعود الله لرسوله صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله ففتح المسجد الأقصى ومنا إلى مصر مع عمر بن العاصر رضي الله تعالى عنه الرجل الذي له منا في أعناقنا جميعا حول مصر من الوسنية والضلالة إلى نور التوحيد والإسلام والإيمان ودخلت مصر طار الإسلام وأصبحت ضمن مملكة الإسلام المترامية الأطراف ومنها إلى شمال إفريقيا ففتحا المسلمون حتى بلاد الأندلس وعبروا المحير وفتحوا الأندلس وعبروا الجبال ودخلوا فرنسا ومنهاكها في بلاد الشر من أسيا الوسطى وبلاد ما وراء النهر إلى بلاد الشاشان إلى حدود الصين ثم بعد ذلك جاء العثمانيون المسلمون ففتحوا في قلب أوروبا فتحوا القسطنطينية وبلاد البرغار والبصنة والهرسر والمجر وسربيا وأصبح للمسلمين في أول مرة في تاريخه قاعدة داخل أوروبا النصرانية وإفريقيا صار فيها الإسلام من البحر المتوصف إلى المحيط الأطلسي من شمالها إلى جنوبها كل ذلك من بركات العمل بكتاب الله والتحاكم إلى شرع الله كان المسلمون أغنى أمة وأقوى أمة وأعلم أمة كانوا مرهوب الجناح يوم وقعت امرأة مسلمة أسيرة في بلاد الرومان في يوم عمورية ودخل الحاجب على المعتصم فقال يا أمير المؤمنين امرأة مسلمة وقعت أسيرة في بلاد الروم فصاحت ومعتصما فسخروا منها وقالوا غدا يأتيك المعتصم على خيل بلق يعني بيض وكان المعتصم يشرب قوبا فأمسك الشرب وقال للحاجب اختم على هذا الشكوب ثم دعا جنوده فقال من كان يحب أمير المؤمنين فلا يخرج إلا على الخيل البلق فخرج معه أربعون ألف فرص أبيض في هذا اليوم المجيل في يوم عمورية حتى فتحها وذهب إلى المرأة في سجنها فأخرجها وقال لبيك يا أختا لتشهدي لي عند ربك يوم القيامة هكذا كانت دولتنا دولة الإسلام دولة العز والمنع دولة الحضارة والتفوق والنبور في ظلال القرآن في أفياء الإيمان مع شرع الله تبارك وتعالى عاشت دولة الإسلام وكتبت تاريخها وحجزت في الصدارة مكانها وما زالت الأيام تدور بالأمة الإسلامية حتى تكالب عليها الأعداء يوود ونصارى صليبيون وملاحدة شيوعيونها وكارهون لما أنزل الله ومنافقون في داخل الأمة يفتون في عضدها يحملون أسماء إسلامية وقلوبا مظلمة منتنة جاهلية كارهون لما أنزل الله سبحانه وتعالى تأمروا على الإسلام والمسلمين حتى أسقطوا الخلافة ومزقوا دولة الإسلام فأصبحت أحجارا على رقعة الشطرنج كما تشاجدون بضعا وعشرين دولة بعد أن كانت دولة واحدة لها إمام واحد ومنهاج واحد وأقصي القرآن عن منصة الحكم وجاء الناس بالقوانين الوثنية التي تحكم أقواما ملاحدة فصلطوها على رقاب المسلمين ومن يومها والمسلمون يتردونها في مهاوي الضلال لم يبق شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع في مآقينا كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت وفي يمين العلا كنا رياحين كانت منازلنا في العز شامقة لا تشرق الشمس إلا في مغانينا وكان أقصامنا نهر المجرة لو من ماءه مزقت أقداح ساقينا فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا شزرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا حتى غدونا ولا جاغ ولا نشب ولا صديق ولا خل يواسينا ما أبعد البو بين ماضينا وحاضرنا بين الأجيال المسلمة الحقيقية التي عملت لله في سبيل الله فأطاع الخلق وانجفلت الشعوب خلف دعاة الإسلام وما بين هذا الحاضر الذي يحياه المسلمون جهل مطبق بأحكام الله حرب حرون على دين الله معادات سافرة لدين الله تبارك وتعالى الدولة التي يزعم دستورها أن شريعة الإسلامية هي مصدر القوانين تفتح شاشات التلفاز على العهر والعري والفجور على الهجوم على دين الله على تشوي سمعة دعاة الإسلام حفنة من كلاب الأرض تعوي على المسلمين مجموعة تعد على الأصابع تريد أن تقاوم دفع خمسة وثمانين مليون مسلم يعيشون على أرض مصر المسلمة مصر الضائعة التائهة التي كانت وسنية أشرقت عليها شمس الإسلام فحولتها إلى درة التاج الإسلامي مصر التي لم يكن لها مكان تحت الشمس أصبحت رائدة في ظل حكم الإسلام أصبح لنا مكانة وصدارة وتاريخ بفضل دين الله تبارك وتعالى جاء الاحتلال والاستعمار لحرب مصر ووأد مصر لما دخل اللورد كرومر أراد الدولة المصرية في عهد الاحتلال قال جئت لأمحو ثلاث الكعبة والقرآن والأزهر لما دخل الجنرال اللمبي مدينة القدس قال الآن انتهت الحروب الصليبية يوم دخلت فرنسا إلى سوريا سأل الجنرال غورو عن قبر صلاح الدين الأيوبي وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين كأن أنسى لهم من بعدهم حلفوا أن يبعثوا الحقد نيرانا وينتقموا هذه حضارتهم الشر يملأها ماتت على صرحها الأخلاق والشهم مصر الإسلامية هي التي يعرفها أهل الإسلام كيف أسمع أهل الحكم في بلادنا بأحزاب شيوعية أو علمانية أحزاب علمانية يعني كافرة لا دينية كلمة علماني أي لا ديني هو الرجل الذي لا يؤمن بالآخرة الذي يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين الليبرالي الحقير الذي يدعو إلى التحرر من ربقة الشريعة الإسلامية ماذا يريد الليبراليون يريدون حرية اللواط حرية الدعارة حرية الزنة يريدون نشر الفواحش في هذا المجتمع يريد الليبراليون حرية الكفر أن يعتنق الإسلام الإنسان ما شاء أن يكفر ما شاء ولا تحاسبه الدولة التي يقول دينها الرسمي من بدل دينه فاقتلوه يريدون حرية التطاول على الله سب دين الإسلام سب الرسول والطعن في رسالته سب القرآن واصفونه بأنه كتاب بدوي أي أنزل إلى رعاة الغنم في جزيرة العرب لكن عندما يتعرض أحد لرئيس الدولة أو رئيس الوزاراء أو لغيره من هؤلاء الساقطين من عين الله تتحرك القوانين والنيابة والقضاء وتقوم الدنيا ولا تقعد يقاض للسجن من سب الزعيم ومن سب الإله فإن الناس أحرروا ماذا يريد دعاة الديمقراطية الديمقراطية هذه وسنية يونانية الإسلام لا يعرفها ولا يعترف بها الإسلام هو الإسلام الذي أنزل الله ليخرج العباد من الظلمات إلى النور اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حين سقطت الأنظمة العميلة الخائنة وسب هؤلاء الجواسيس عملاء لأمريكا وإسرائيل وأوروبا يريدون أن يأخذوا بأعناقنا إلى القاع لا يريدون إسلاما يتأمرون على دين الإسلام يريدون دستورا يفصل الدين عن الحياة يقولون لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين شرع الله حاكم فوق السياسة والاقتصاد وفي كل مجال ما فرطنا في الكتاب من شيء دين الإسلام أنزله الله تعالى ليصلح كل زمان ومتن إلى قيام الساعة فلابد من أن ننتبه للحيال والأموامرات التي تحاك على نازي الأمة المسلمة لا نرضى بالإسلام بديلا ولا نرضى بالإسلام قانونا ولا دستورا وأي دستور يخالف شرع الله دستور لاغن لا شرعية له ولا اعتراف به ولا نعترف ولا نرضى إلا بديننا الذي ندين بها لربنا سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلها لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وآزم الأحزاب وحده ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدينة ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر ألف وقمسمائة مليون مسلم من المشرق إلى المغرب على خارطة الحياة يرددون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر من كل طاغية وكأطاغوت أكبر من كل زنديق ومنافق أكبر من كل جاسوس وعميل ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم زات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون زي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكسروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأزاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين الرؤساء؟ أين الجواسيس؟ أين الطواغير؟ الذين سلطوا على رقاب العباد الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وكذلك أخذه ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديل عاشت مصر من ستين عاما تحت نير حكم عسكري غاشر الجيش تدخل في شؤون الدولة من عهد عبد الناصر إلى السادات إلى المخلوع حسني جميعون أفسدوا كل أوجه الحياة فسدت السياسة فسد القضاء فسد الاقتصاد أفسدوا الحياة الاجتماعية أفسدوا الحياة الثقافية أفسدوا التعليمة أفسدوا الصحة أفسدوا الإسكان أفسدوا الدولة كلها لأنهم قوم لا إيمان لهم لا دين لهم صاروا على ناج الغرب حققوا مراض أعداء الله لإزلال الشعب المسلم حتى صارت الأمة بعد أن فاض الكيل وطفح بعد أن فاض بالناس سوء أو ضاعيم المعيشية فخرجوا بالملايين فأسقطوا الطاغية الطاغوت الذي عاش بالدس والتغامر والتزوير عاش محاربا لدين الله مواليا لأعداء الله عاش لخدمة أهداف اليهود والأمريكان صار عليه الشعب المسلم فأسقطوه الآن أنتم تصلون وهو نائم في السجن مع عصابته فسبحان الملك قل اللهم مالك المل تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صحوة إسلامية عارمة تكتسح الدنيا كلها المنطقة كلها عادت تناديه بالعودة إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا طريق الخلاص سقط بن علي في تونس سقط عسني في مصر سقط القذافي في ليبيا وعلى الخطى يسقط الأسد هذا الجبار الكافر الباطني لا دين ولا إسلام منذ حهد أبيه حرب على الإسلام في سوريا قريبا تقر عينكم بنبأ سقوط الأسد وعصابته وهناك في اليمن يصور شعب اليمن على حكم رجل جاسوس متأمر على دين الله تبارك وتعالى والقافلة تمضي قافلة التحرير تمر في بلاد الإسلام بلدا بلدا هذه مقدمات لأحداث جلة قادمة في رحم الغيب كأني أراغا تتخلق لتولد تحمل لهذه الأمة بشريات حدثنا عنها المعصوم عليه الصلاة والسلام يوم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوية لي منها وقال صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يفتح العالم كله سواء كان بادية أو حاضرة بعز عزيز أو بزل زليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وزلا يزل الله به الشركة وأهله قافلة لانتصارات قادمة قافلة النهضة قادمة الأمة الإسلامية عادت إلى الكتاب والسنة سقطت الأقنعة شاغت الوجوه أيها العلمانيون أيها الليبراليون أيها القوميون أيها الشوعيون أيها الناصريون أيها الكاريون لما أنزل الله أنتم الزنادق نعرفكم بسيماكم نعرفكم في لحن القول حين تتحدثون كأنكم خشب مسندة إن مناهجكم لا تنطلي عليها منذ سنوات نتعقب آسركم الخبيثة دعاة الإسلام واقفون على كل صغر في سائر بلاد الإسلام ينادون بالعودة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لنعبر المضيق إلى تحقيق الوحدة الإسلامية القبرى والنعدة العزمة صبرا صبرا يا يغود جيش السنة سوف يعود اليغود يعربدون في فلسطين والحكام يضربون شعوبهم بالرصاص لكن أمام اليغود نعاد يفرون من الساحات تقوم الدنيا ولا تقعد في داخل بلادنا على المساكين عندما ينادون بحقوقهم لكن عندما يعربدوا اليغود ويضربون في الشرق والغر ويزلون أمة مستعبدة تحت نيرهم منذ ستين عاما لا تطرف عين ولا ينادي أحد بتحرير هذه الديار إن القدس سقطت تحت براسن الصليب في عاد الصليبي فمكست سلاسا وتسعين عاما تحت الاحتلال الصليبي وعطلت الصلاة في المسجد الأقصى وتحول إلى استبل لخيول الصليبي بعد هذه السنوات المتطاولة عاد صلاح الدين الأيوبي يحمل راية النبي محمد حتى دخل القدس فحررها وتغررها وأعاد الصلاة إلى المسجد الأقصى وإن طال الزمن لابد أن يرحل اليغود ولابد أن ينتصر المسلمون وإن طال الزمن ستفتح القسطنطينية وستفتح روما كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام وإن طال الزمن ستعود خلافة راشدة على منهاج النبوة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لكن بحاجة نحن إلى أن نغير أنفسنا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم نريد الاقتراب من دين الله نريد التعاون على البر والتقوى نريد محاربة الحزبيات والتحزبات والعصبيات نريد تغليب مصلحة دين الإسلام نريد أن نتغاضى عن حظ أنفسنا عن حب الظهور والشهرة عن حب السيادة والرئاسة لأن هذا يؤثر بالسلب على مسيرة نهضة الأمة الإسلامية نريد أخلاقا ربانية نريد تسكية للنفوس نريد أجيالا تتربى على العقيدة على اتباع السنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإن تطيعوا تهتدوا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نريد نساء يعرفنا أدب الحجاب وحقوق الأبناء وحقوق الآباء والأسواج نريد مجتمعا ربانيا نظيفا لا مكان فيه للربى والرشا وعدم إتقان العمل والسرقات والنهب والسلب نريد مجتمعا آمنا مطمئنا وآذا لا يتحقق إلا في ظلال الإسلام فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يقسبون نريد أن نكون إيجابيين فلنخرج من حال السلبية من حالة النوم العميق التي عشناها سلاسين عاما اختلطوا بالناس اندسوا وسط المجتمع تعلموا كيف تتعاملون بالرفق والحسنة مع الصغير والكبير أنتم أصحاب دعوة أصحاب منعج أصحاب رسالة لابد أن تحسنوا تمثيل دين الإسلام بين هؤلاء البشر نحمل الخير لمصر نحن نحب هذا البلد هذا بلدنا هذه مملكة من ممالك النبي عليه الصلاة والسلام فتحا آباؤنا الأولون أجدادنا من صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم فتحوا رووا بدمائهم أزهقت فيها أرواحهم لوطئوا لنا عالما آخر عالم يعيش في أفياء دين الله تبارك وتعالى نريد التراحم والتواد والمحبة نريد إيقاظ روح الأخوة في الله والحب في الله والبغض في الله تبارك وتعالى نريد أن يدقن كل إنسان عمله نريد أن نساهم في صناعته هذه الفترة من تاريخ مصر لا تهربوا إلى المساجد وتتركوا الدولة بعد ذلك لعصابات من الشيوعيين والعملاء والخوانة يتحكمون في رقابكم أنتم الأكثرية أنتم أصحاب هذه الدولة شاركوا في فعالياتها سياسية واقتصادية اجتماعية وعلمية ثقافية واجتماعية في كل وجه لا بد أن يكون لنا دور لا تتوانى عن خدمة دين الإسلام مع الانضباط بشرع الله وبدين الله مع العودة إلى أهل العلم العدول السقاط من أئمة الدين المعاصرين لوضحوا لنا معالم الطريق كونوا إيجابيين لا تتركوا الدولة لحفنة من المرتزقة يتحكمون فيها كما تركناها لهم طيلة الستين عاما الماضية شاركوا في كل نشاط يسمح لكم أن تشاركوا فيه الشارع معكم الأمة معكم معكم النساء والشيوخ معكم الشبان والأطفال كل هذه البيوت تعرف وجوهكم تعرف إنجازكم تعرف عطاءكم تعرف أنكم عملتم لله من غير طموح إلى منصب أوجاه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لأننا نريد إحصال دين الإسلام إلى سائر من بأقطارها الأمة الآن في مرحلة مقاب بعض أولاء يريد أن يسرق صورة الشعب المسلم يريد أن يضع ضوابط تسير عليها الأمة ضوابط جاءت من أمريكا جاءت من البيت الأبيض يملون على خدمهم هنا أن يفردوا علينا رؤيتهم لا لن نكون عبيدا لأمريكا بعد اليوم الله خلقنا حرارا نحن سادة العالم نحن المسلمين الذين وعدنا الله بملك العالم كله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون اسمع كتب الله كتب الله وكتاب الله لا يتخلف لأغلبنا أنا ورسلي لابد أن ينتصر أهل الإسلام ودعاة الإسلام لا تقلاقوا أنتم قادمون لحكم هذه الدولة سواء اليوم أو غدا أنتم أو أولادكم أو أحفادكم لن تحكموا مصر فقط لا بل ستحكمون العالم كله هذه الخارطة ستخضع لحكم المسلمين هذا وعد من الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلف أنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي اغتضى لهم ولا يبدننهم من بعد خوفهم أمنا بشرط تحقيق ماذا يعبدونني لا يشركون بي شيئا بتحقيق العبودية لله بالتحاكم إلى شرع الله عندنا القرآن فلماذا نبحث عن الدساتير والقوانية عندنا الكتاب الآدي الذي صنع دولة عاشت خمسة عشر قرن هزمت الفرصة والرومان وتوغلت في ربوع الحياة فلماذا نفتش في مذاب الأمم باحثين عن وسنيات وقوانيا ويأتي المشبوغون في أجهزة الإعلام فيفسح لهم الطريق أما أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام فتغلق في وجوههم الأبواب والنوافذ الإسلام يشق طريقه في ربوع الحياة الإسلام عبر المحيطات الإسلام ينتشر في أمريكا التي تحارب الإسلام الإسلام ينتشر في أوروبا التي تتآمر على دين الإسلام الإسلام سينتصر هذا يعرفه القاصي والتاني هذه الأحزاب القرطونية التي تولد في كل يوم ماذا يحدث؟ إسهال من الأحزاب أحزاب لا تعرف من الذي أسسها من الذي يمولها ماذا تغير؟ كل يوم تسمع المصريون الأحرار مصر الحرة حزب التجمع الشيوعي القذر حزب الوفد العلماني الذي كان رئيسه سعد زغلول أول من قال الدين لله والوطن للجميع لا يا سعد زغلول الدين لله والوطن لله سبحانه وتعالى الدين لله والنصر والتمكين لعباد الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الزكر أن الأرض يغسوها عبادة الصالحون وأحزاب لبرالية كلمات مشبوهة لا أساس لها في دين الإسلام ينادون بدولة ديمقراطية نحن نريدها ربانية دولة ربانية كما أسسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحر وهذه الصحف القذرة المرتشية من إيران وغيرها من إسرائيل وغيرها هؤلاء المتطاولون على دين الله وعلى شرع الله ينفقون أموالهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون عباد الله نحن في يوم من أيام الله سبحانه وتعالى استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وعاد المسلمون باحسين عن مخرج من الفتن نحن في أيام طاعة وعبادة نحن لن ننشغل عن ديننا بهذه الحرب الحرون علينا بل نحن كسرة بحمد الله نعد بالملايين من الذين ستفرغون للرد على الكاريين لما أنزل الله من الذين ستفرغون لخوض الحركة السياسية بكافة تفاصيلها كنا محجمين عنها في الماضي لأنها كانت كلها تزوير أما الآن فسوف نخوض غمارها من أجل هذه الأمة لنحمل الخير لمصر المسلمة بإذن الله تعالى من من ستفرغون للتفوق في دراستهم ليتولوا كراسية التوجي في الجامعات وغيرها أما نحن جميعا فعندنا طاعة الوقت لا تغفل عن قراءة القرآن زقنا حلاوة الإيمان في شهر رمضان لا تغفل عن صلاة القيام لا تغفل عن الصيام والدعاء والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فالله هو الذي يغير أحوال البشر سبحانه وتعالى نحتاج إلى إخلاص نحتاج إلى متابعة السنة نحتاج إلى دأب ومواصلة وعمل دأوب نحتاج أن نكون أمة عابدة ربانية لا تغفل عن صلاة النوافل لا تغفل عن أذكار الصباح والمساء لا تغفل عن تربية أولادك تربية إسلامية لا تغفل عن أداء حقوق زوجتك وإخوتك وجيرانك وأصحابك لا تغفل عن صلة الرحمة لن نغفل في يوم العيد عن لبس الجديد وعن التزاور وعن صلة أرحمنا وعن إزهار الفرح والسرور لتعلم يهود أن في ديننا فسحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ديننا كامل وشرعنا شامل لن نمسك في مسألة ونترك سائر الدين لا خذوا ما آتيناكم بقوة أدخلوا في السلم كافة أي في شرائع الإسلام جميعا سنوظب على حضور دروس العلم لنتعلم العلم النافع الذي ينير لنا دروب هذه الحياة دين عبقري النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه قال أبو زر توفن رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما فلنكن إيجابيين اغتنموا الفرصة السانعة اغتنموا مساحة الانفتاح التي توجد أمامنا الآن ادعوا الناس إلى دين الله ادعوا الناس إلى دخول المساجد ادعوا الناس إلى الصلاة ادعوا الناس إلى إخراج الزكاة علموا الناس تزكية النفوس اطلوا عليهم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يحيي القلوب هذا الذي يأخذ بالأمة من الظلمات إلى النور الإسلام قادم لا تقلقوا على دين الإسلام الإسلام منتصر بنا أو بغيرنا لكن نحن نخشى على أنفسنا إن لم ننصر الإسلام أن يستبدل الله بنا غيرنا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحمير إن يشأ يزهبكم ويأتي بخلق جدير فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يا أيها الذين آمنوا اسمعوا نداء الله تبارك وتعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم نحتاج إلى بصيرة وصر نحتاج إلى طول نفس أل شاهدت ماذا المكان قبل سلسين عاما كنا هنا نعد على أصابع اليد الواحدة أذكر في مسجد التوحيد يوما كنا نصلي القيام الإمام وأربعة نفر خلف الإمام الآن بحمد الله ما من بيت إلا وفيه أصحاب سنة العالم يعرفنا فنحن أبناءهم وأحفادهم وقاربهم نحن لسنا إرهابيين ولا متطرفين نحن لسنا طلاب سلطة ولا طلاب زعامة نحن نريد أن يحكم الإسلام لا نريد أن نحكم نحن لا نحن نريد أن يحكمنا دين الإسلام حتى لو عملنا بعد ذلك زبالين في ظل حكم الإسلام فهذا فخر وعز لنا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألوها الصبر وطول النفس كنا نصلي بضعة أشخاص فأصبحت هنا تجمعات هذه صلاة العير أصبحت أكبر صلاة على مستوى الإسكندرية في حي كان فيه الملتحون يقذفون بالشتائم هنا وحنا كنا نسير في هذه الشوارع فتطول الأطفال الصغار علينا أو يغمزوننا بالألقاب وغيرها أحلاس المقاري أصبحوا يصلون في مساجدنا الناس الذين كانوا يضحكون علينا سبحان الملك أصبحوا يقبلون أيدينا الآن الله سبحانه وتعالى هو ملك الملك سبحانه وتعالى الله الذي يغير الأحوال أروا الله من أنفسكم خيرا القلانس تنزل من السماء على الذين يقولون برؤوسهم هكذا وهكذا ووحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لعبادي يخلصون لي وأنا أتولى شهرتهم فلا بد أن نعرف زال نحتاج إلى طول النفس والصبر والصمون على طاعة الله والتمكين للدين منه وانتصار الإسلام منحة إلهية عندما نصل إلى مستوى الإسلام النصر سيجري خلفنا كما تجري خلفنا المنايا لأن هذا من عند الله ليس من عند أنفسنا ليس بكدنا ولا تعبنا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس أدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فالملك لله والشكر لله على نعمة الإسلام وعلى التوفيق للسنة وعلى سلوك سلفه سبيل سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وإمة الدين العدول السقاط عبر التاريخ إلى يوم الناس هذا ماضون بحمد الله إلى الأمام لن نتوقف خطوة واحدة ماضون لتحقيق دين الله وشرع الله والعمل به على أنفسنا قبل غيرنا ماضون ونعرف وجهتنا وغايتنا ونعرف ماذا نغير والتوفيق من عند الله نمضي إلى الغاية الكبرى على ثقة عزم حديد ونهج غير منبهم وأنفس قد شرار الله صادقة أقوى من الموت والتشريد والألم ما تأطأت قط للطاغوت صاغرة وما ألقت يد السلم لن يهزم الحق طاغوت فلا تهنوا ولو تسلح بالأفلاك والرجم الله أكبر والأقدار ماضية أين التواغيت من عاد ومن إرم سنصدع الليلة مهما اشتد غيهبه ونحمل الخير للأكوان والأمم فجر من الإسلام والتوحيد مؤتلق نعدي سناغ لأهل الأرض كلهم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أزن لشريعتك أن تسعود ولخلافتك أن تعود ومكن لأهل الإسلام في هذه الأرض اللهم لا تجعل لكافر علينا ولاية اللهم عليك بالشوعيين والعلمانيين والكاريين لما أنزل الله اللهم فرق شملهم وبدد جمعهم وفل سيفهم وانصرنا عليهم نصر عزيز مقتدر اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفقكم الله وحفظكم ورعاكم وسدد خطاكم وجعل جنة الفردوس نزلكم ومأواكم وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة